موسيقى سيخلد اسم من عملوا في هذا المعجم إلى عبد العابدين إلى أن تنتهي الدنيا موسيقى موسيقى أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم معجم البطين لشعراء العربية القرنين التاسع عشر والعشرين موسيقى شاعرنا لهذه الحلقة هو الشاعر أحمد يوثف حمدان عمران ولد في بلدة ضهر بشير بصافيتة غربي سوريا عام الف وتسعمائة وثلاثة عشر وفيها توفي عام الفين تلقى تعليماً تقليدياً على يد والده ثم عمل على تثقيف نفسه إضافة إلى أخذه اللغة العربية وعلومها على أيدي عدد من العلماء والفقهاء في زمانه عمل شاعرنا بالزراعة والتجارة في قريته إضافة إلى كونه مرجعاً دينياً واجتماعياً في منطقته وردت له بعض القصائد في بعض الدواوين الشعرية وله العديد من القصائد المخطوطة في حوزة أسرته قيل عنه شاعر مناسبات وما أتيح من شعره قليل معظمه في الرثاء الذي اختص به أولي الفضل من الشيوخ والعلماء في زمانه يميل إلى التأمل وإصداء النصيحة والاعتبار الذي يتخذ من فلسفة الموت والحياة إطاراً لبث رسائله تتسم لغته بالتدفق واليسر مع جدة في الخيال ورمزية تتجه بها متجهاً عرفانياً صوفياً التزم بالوزن والقافية فيما أتيح له من شعر فهو شاعر تقليدي يقول الشاعر في قصيدة بعنوان يا شعار الهدى أي دهياء في مطاو الصدور تسكب الحزن في قرار الشنور شكت الأرض ثقلة وهفى يقلق من وسعها فضاء الأثير مأتم جل فالغزالة لاحت ترمق الكون في نقاب حسير ترسل الدمع منذ آباتها الحمر فترمي الشعاع مثل السعير وتصب اللمى على الأنفس الحرى فتلوي مصروعة بالهجير برز الموت مثقلاً من زوايا الوهج يمشي بشره المستطير فإذا بالإمام ينعى ينعى إلى الشعب بنعي مفجع التأثير وإذا روحه الكبيرة ترقى في صعود إلى المحل الأثير يقطف الثمرة التي غرستها كفه في هناءة وسرور فأتى شدرة الخلود طروباً في ضروب التهليل والتكبير وأتدخل وفود من زمر الأملاك تهديه بالثنى المأثور عرث بالسماء باهت به الأرض تجلى في زغردات الحور وعلى الأرض مأتم ألبس الأفق نقاباً من حالك الديجور فطغت موجة الأسى تغمر الأنفسة في عاصف اللبى والثبور يا شعار الهدى ويا صالح الأعمال يا خير ناصر ومجير كنت عوناً لمن دعاك وبراً باليتامة وكنت عفف الضمير عشت ما أشت للصلاح وللإصلاح للمكرمات والتفكير ذكريات ما زال ينشرها الدهر على الناس غضة في العصور قد سئنت المقامة في العالم المغموس في لجة الشقى والفجور فأجبت النداء للعالم الأقدس مستبشراً بحسن المصير هانئاً في ربى الخلود مع الأملاك في موطن النعيم وفيري رفره روح صالح عن يمين الله في جنة الهنى والحبور واسأليه من نطفه يلهم الصبر عزاء لشعبه المبروغ أما من قصيدته ما اهتداها سوى محمد والتي نظمها في رثاء محمد محمود مصطفى يقول الشاعر هي رغم الأبحاث طيخ خالي خلف حجب شديدة الظلماء هي من خلف حجبها ترمق العالم هزءاً بنظرة شزرائي والأمان البيضاء رفت حواليها رفيف الفراشة البيضاء ذللوا الصعبة في طلاب أمانيهم فزلت بهم يد الدعياء وتلاشت تلك العزائم منهم بعد جهد كالشمعة الوضاء فتراهم في حيرة واختلاف بين قول مشتة الآراء ذاك في زعمه أصاب وهذا هائم في مهامه الأخطاء ما اهتداها سوى محمد فالناس إذ ذاك في مهاو الفناء هادئ آية الوداعة فيه عالم بالحقيقة العصماء قد تجلت له الحقيقة في الجوهر تبدو في باهر الأضواء عرفته ابنها وقد أرضعته وهو في مهامه حليب الإذاء إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة إلى أن نلقاكم مجددا إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البطين الثقافية اشتركوا في القناة